لا يزال الشعب البريطاني مستمراً في موقفه الداعم للفلسطينيين الأبرياء الذين تحصد آلة القتل الإسرائيلية أرواحهم في قطاع غزة وفي المقابل لا تزال مؤسسات السلطة البريطانية وحتى معارضتها تعاند الشعب بالإصرار على دعم إسرائيل مهما زادت غيانها ومهما قتلت أطفالاً ونساءاً وشيوخاً ومرضى بينما النواب في مجلس العموم يرفعون أيديهم بالتصويت ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع كان المتظاهرون يحتشدون أمام مبنى البرلمان ويرددون هتفاتهم لاحتجاجية ضد إسرائيل وضد أعوانها في دوائر السياسة البريطانية مهددين بمقاطعة الانتخابات المقبلة نيران الغضب الشعبي طالت حكومة ريتشي سوناك الذي لم يجد مفراً من إقالة وزيرة داخليته سويلة برافامان بعدما تجاوزت في حق المتظاهرين المؤيدين لفلسطين وكذلك تجاوزت في حق شرطتها التي رفضت حظر التظاهر ضد الاحتلال الإسرائيلي وحتى حزب العمال المعارض لم يصوت أكثر من ثلث نوابه في مجلس العموم على تبني وقف إطلاق النار في غزة وكانت النتيجة موجة استقالات من بين فريق زعيم الحزب كيرستارمر والذي سبق أن صرح بأن لإسرائيل الحق في قطع الماء والكهرباء والوقود عن الفلسطينيين وهو ما أدى إلى استقالة العشرات من أعضاء المجالس البلدية التابعة للحزب وهكذا يظل الشعب البريطاني الذي اختار الانحياز للأبرياء الفلسطينيين حائراً بين حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض دون أن يجد هنا أو هناك أذناً تسمع أو عيناً ترى أو قلباً يحس أو ضميراً يتألم لألم غزة